اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكر على تقديركم الدائم للكوادر الوطنية التي ساهمت خلال عقود متواصلة من العمل الوطني المخلص بالخدمة الحكومية وأقرن ذلك بعظيم الاعتزاز والامتنان على ثقتكم الغالية والسامية بالكوادر الوطنية القادرة على حمل مسؤولية مواصلة العمل الحكومي وتطوير مخرجاته تحقيقا لرؤاكم وتطلعاتكم حفظكم الله ورعاكم وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسيتم دعائمها بما يعود بالنماء والازدهار والخير على المواطنين سيدي صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم إن فريق البحرين في كافة مؤسسات الوطن الدستورية من أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية وقطاع خاص وأهلي ومواطنين ومقيمين يستنير بقيادتكم ويستلهم منها الإرادة بعزيمة وإخلاص بروح جامعة تعشق الإنجاز والتميز الذي رسختموه في كل مواقع العمل لتحقيق تقدم المستدام والتطور المستمر لوطننا الغالي نتطلع بكل تفاؤل وعزم ومسؤولية لقادم الأيام لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات في مختلف القطاعات لتعزيز مكانة البحرين المتقدمة على كافة الأصعدة بتوفيق من الله ومن ثم بفضل حكمتكم وحنكتكم حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب الجلالة أيدكم الله في الختام أعاهدكم برا وإخلاصا بمواصلة شرف خدمتكم والذود عن مصالح الوطن وأبنائه وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لتكون البحرين دوما كما أردتموها للجميع أملا حاضرا وأمدا نسأل الله المولى العلي القدير أن يحفظكم عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي ولكل الأسرة البحرينية الواحدة إنه سميع مجيب الدعاء ودمتم سيدي بحفظ الله ورعايته موفقين سالمين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر